بجلسة فجائية ودون معرفة هيئة الدفاع أصدر الحوثيون حكم الإعدام تعزيرا بحق 35 برلمانيا بتهمة التخبر مع دول ما يسمى العدوان قضى الحكم وفق هيئة الدفاع بمعاقبة المتهمين 35 بالإعدام تعزيرا ومصادرة أموالهم وعقاراتهم ومن دواعي السخرية أن الحكم شمل تغريم البرلمانيين المحكوم عليهم بتسليم أتعاب المحاميين مبلغا وقدره 15 مليون ريال الحكم تضمن رفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوة ورغم عدم سلامة المحاكمة إلا أن ميليشيا الحوثي لا تتوانى عن تنفيذ رغباتها وأطماعها عبر القضاء التابع لها والمصمم لمنحها ضوءا أخضر لملاحقة خصومها ومعارضيها تارة بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم وأخرى بقتلهم وتعزيرهم ردا على اجتماع النواب الموالين للشرعية كان البرلمان الموالي للميليشيا قد أقر رفع الحصانة عن 35 برلمانيا في ظل السخط الشعبية على السعودية ومواقفها السلبية في اليمن يجد الحوثيون بابا للنفاذ منه إلى أذهان الناس ومخاطبتهم من خلال هذه المحاكم وتعزيز أفكارهم وحضورهم لدى اليمنيين بأنهم السلطة الأكثر حضورا والأكثر قدرة لم يجد المتابع من أعضاء مجلس النواب المحكوم عليهم غير الصمت شأنهم بذلك شأن حكومة الشرعية التي لم تعد تبدي أي موقف مما يحدث في البلد والأكثر فداحة من ذلك هو موقف البرلمان المشلول والعاجز عن اتخاذ أي موقف من شأنه الانتصار للبلاد وسيادتها والذي يتوزع أفراده على بلدان العالم بلا أي دور أو فعلية لم ينتصر البرلمان لبلاد تموت كل يوم فهل ينتصر الآن لنفسه؟